يوم السبت اللي فات انتهت النسخة الرابعة من معرض تراصنا انا بشكل شخصي محلفنيش الحظ ولا ساعدني الوقت اني اروح الى هذا المعرض لكن الصور والفيديوهات العديدة من هذا المعرض طلبت من الزملاء انهم يجيبوها ويريت ينزلوها او ينزلوا بعضها دلوقتي هو زي ما حضرتكم ممكن شايفين على الشاشة فعلا حاجة تفرح وعايز اقول لحضرتكم انه بعض الاصدقاء من مصر ومن برا مصر بالمناسبة كان في دول عربية كتير مشاركة زي الامارات وزي السعودية وغيرها كانوا بيتكلموا هؤلاء الاصدقاء عن الجمال عن الابداع اللي تشوفوا في كل حاجة معمولة بضمير في هذه المنتجات اللي امام حضرتكم كل محافظة بل كل قرية كان لها خصوصية في هذه المنتجات الخاصة بها في المنتجات بتاعتها من سيوة من اسوان من العريش من انا وطبعا من القاهرة ومن محافظات وجه بحري حاجة فعلا تفرح زي ما هو احنا شايفين حتى جمهورية السودان برضو ايضا كانت مشاركة بس كل ده بيخليك تسأل نفسك سؤال هو احنا بنتعامل مع هذا الموضوع الزي اوز اقول لحضرتكم على حكاية معروفة للبعض يعني المحافظة المنوفية مثلا وعلى سبيل المثال فيها 11 قرية على الاقل كل قرية فيهم عندها حرفة بتفخر بيها مش قدام قدام نحن في مصر في الحق الجمهورية لا قدام العالم كله عندهم فخار عندهم صدف عندهم نجف يدوي سجاد حريري وغيره وبخصوص السجاد الحرير مثلا في قرية بتتميز في هذا المجال اسمها قرية سقية ابو شعرة كان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وهو من المنوفية زي ما حضرتكم عارفين كان في قصر الاليزيه في فرنسا الاصر الرئاسي مهم ان الرئيس لا سجاد في هذا القصر في الاليزيه مكتوب عليه صنعة في مصر وتحديدا في سقية ابو شعرة حضرتكم طبعا متخيلين يعني من سقية ابو شعرة الى باريس الى قصر الاليزيه مش بس مجرد باريس العاصمة يعني لا ده قصر الرئاسة الغريبة انه الرئيس مبارك وقتها اتفاجئ وطبعا بعدها بدأ الاهتمام بالقرية كالعادة يعني لكنه كان اهتمام لحظي يعني علشان الرئيس ساعتها اهتم بهذا الموضوع فبالتأكيد هيكون فيه اهتمام بهذه القرية اهتمام لحظي مش مبني على استراتيجية وتسأل نفسك يعني طول عمرنا بنتكلم عن السجاد الايراني طيب والسجاد بتاعنا ده اللي هو بتاع ساعت ابو شعرة ازاي ممكن نستثمره ازاي ممكن نستغلله عشان كده كان مهم جدا معرض طراصنا اللي خلال اربع دورات ادرت او ادر هذا المعرض يخلق للناس دي سوق جديدة ادر يجعلهم موجودين على الخريطة العالمية كان السؤال الاهم هل فيه اجيال جديدة جاية من تحت بتمتهن هذه المهن والصدف والحريب والفخار واللي احنا تكلمنا عنه في الاول ولا خلاص كله كان راح للتكاتك والوظائف الحكومية واستعجال المكسب السريع عشان كده كان مهم مبادرة تانية الحقيقة بتعملها وزارة الثقافة وهي مبادرة صنايعية مصر دي المبادرة اللي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان بيستعرض تقرير اعدته دكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة بشأن تخريج الدفعتين التانية والتالتة من هذه المبادرة مبادرة صنايعية مصر تم تخريج الدفعتين دول في ايام قليلة الماضية اشتركوا في القناة